نقاط على الحروف كوريا الشمالية والسودان أيها المتنمرون غالبا ما يرمي المتأمركون في وجهنا عندما ندعو لخيار المقاومة معادلة تقول إن مشروع المقاومة يريد تحويل لبنان إلى كوريا شمالية ثانية ويتحدثون عن كوريا الشمالية بلغة متعجرفة متعالية كأنهم يتحدثون عن شيء بغيض يثير الإشمئزاز وطبعا عندما يريدون الحديث عن نموذج السير في ركاب الغرب وخيار التطبيع مع كيان الاحتلال يأتون بمثل الإمارات ليقولوا لنا انظروا أين هي الإمارات بفضل التطبيع والخيار الأمريكي وأين هو لبنان بسبب المقاومة نحن لا نريد أن نناقش في أسباب انهيار لبنان التي نعلم أنها تعود في أغلبها إلى النموذج الليبرالي الفاشل ماليا واقتصاديا قبل أي شيء آخر وهو نموذج الغرب وليس نموذج الشرق في كل حال إذا وضعنا جانبا هذا النقاش نقول تعالوا لنقارن نموذجين متقاربين بين المنهجين الغربي والشرقي لتكون المقارنة منصفة فلا أحد يقارن البطاطا بالتفاح الحال هو كمثل القول أن لبنان خسر مكانه في الفيلم الهندي الذي أعلن عنه كمشروع ممرات تجارية عبر الخليج نحو أوروبا وقيل أنه سيعبر من حيفا وتجاهل القائلون أن الخاسر الأكبر هو مصر ثم تركيا وكل منهما حليف ثابت للأمريكي وشريك كامل في مشاريع التطبيع وليس في أي منهما مقاومة تتسبب بالغضب الأمريكي أو السعودي لتستحق العقاب بضرب دور مصر وقناة السويس كمعبر مائي دولي للتجارة بين الهند وأوروبا ومثلها تركيا التي تشكل الممر الإلزامي البري لأي مشروع بين الشرق وأوروبا والتجاهل والتزوير في الوقائع سمى من سمات الإفلاس والاعتراف الضمني بالوقوف في خيار خاطئ لأن الخيارات الصحيحة لا تحتاج لإثباتها إلى التزوير زعيم كوريا الشمالية يصل إلى موسك الأمريكيون يتحدثون بلغة المهابة عن كوريا ويعربون عن خشيتهم من نتائج الزيارة فمرة يقولون أن روسيا سوف تشتري من كوريا الشمالية الذخائر والمدفعية والصواريخ ومرة يقولون أن كوريا سوف تحصل من روسيا على تقنيات نووية أكثر خطورة وكوريا هذه فقيرة لا تخجل بفقرها لكنها لا تبيع كرامتها وشعبها يعيش في ظل دولة تؤمن الطبابة والتعليم والسكن والكهرباء والطرق والخدمات الأساسية وليست لديها موارد نفطية كما هو السودان ولا هي تملك أرضا بخصوبة أرض السودان ولا مياها كمياه النيل في السودان ولا إطلالة على البحر الأحمر لكن تعالوا كي ننصف نقارن كوريا الشمالية بالسودان الذي اختار قادته المتقاتلون على كل شيء إلا على الشراكة بالتطبيع واسترضاء أمريكا اختاروا أن يمعنوا في هذه الخيارات الأمريكية ووقف ثواره في الخيار التطبيعي ذاته وتبعيتهم للمشروع الأمريكي ونالوا بركة رضاه فما هو حال السودان يا سادة؟ السودان بلا كهرباء وبلا جامعات وبلا مستشفيات أيها الوقحون الفاجرون السودان بلا أمن ولا أمان الناس تموت في الشوارع السياسة تفاهى وسخافة بلا مضمون نتحداكم أن تقولوا لنا القضية التي ينقسم حولها المتقاتلون في السودان أو أن تجيبون على عظمة نموذج الثورة التي طبلتم وزمرتم لها في السودان وقادتها يخشون القبول بانتخابات يريدون حكم الناس دون انتخابات أنتم تشيحون ببصركم عن مثال السودان الذي يمثل النموذج الحقيقي للأفكار والخيارات التي تعرضونها على اللبنانيين في ظروف موازية ومثلكم يعرضها أمثالكم على السوريين وسائر المنتمين إلى خيارات الكرامة والاستقلال ورفض مشاريع التبعية والتطبيع بين السودان وكوريا الشمالية تجوز المقارنة أما إذا أردتم مقارنة بالإمارات نعم تعالوا نقارن هونغ كونغ بالإمارات هونغ كونغ وهي تحت الحكم الصيني ولكن بالتوازي نقارن السودان بكوريا الشمالية معايير للمقارنة تعالوا نضعها درجة الأمن درجة المهابة درجة تأمين الكهرباء والخدمات الأساسية وتأمين الاستشفاء والتعليم أليس هذا ما تقولون إن لبنان خسره بسبب المقاومة؟ حسناً عن أي مقاومة ستقولون إنها تسببت بخسارة السودان وهو تحت إجماع قادته على خياري التبعية والتطبيع يحتضر بينما كوريا الشمالية تتبختر وتتحدى أمريكا وهي تؤمن لشعبها ما يعترف العالم إن السودان ولبنان يعجزان عن تأمين مثله أقل الخجل هو أن تصمت